معرض إسطنبول الدولي للكتاب العربي أكبر تظاهرة عربية في تركيا تحتضنه المدينة بنسخته الخامسة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري المعرض الذي سيحمل شعار الكتاب يجمعنا سيقام تحت سقف مركز أوراسيا المطل على البحر في قلب إسطنبول منظموا المعرض وهم جمعية اتحاد الناشرين الأتراك واتحاد الناشرين الأتراك والجمعية الدولية لناشر الكتاب العربي عقدوا مؤتمرا صحفيا للتعريف بالمعرض وما سيحمله معه من جديد لزائريه هذا العام المعرض الدولي إسطنبول الكتاب العربي في نسخته الخامسة سيكون فيه اشتراك أكثر من 200 دار نشر من 15 دولة مختلفة ونرى أن فيه إقبال شديد صراحة كل ما يزداد عدد الناشرين ونحن نرى أن هناك أيضا إقبال من الجاليات العربية المعرض لا ننظر إلى هذا الحدث فقط لبيع الكتاب لأن المعرض هو نشاط ثقافي لجاليات العربية في إسطنبول مع موسيقى مع الرسم مع الفعاليات وسيكون من أكبر قاعد في إسطنبول في قاعد أوراسيا وإن شاء الله سنفتطحه يوم 28 تصعى ندوات ومحاضرات وورش عمل أدبية إضافة إلى فعاليات كثيرة خاصة بالشباب والأطفال سيحتضنها المعرض خلال أيامه الثمانية والذي ستشارك فيه نخبة من الأدباء والمفكرين أما الجديد فيتمثل بمشاركة كبيرة هذا العام من مؤسسات تعليمية تركية وطلاب أتراك ناطقين بالعربية الجديد والمتميز بالسنوات السابقة وخصوصا هذا العام هو الحضور التنوع الثقافي الموجود في المعرض بالنسبة لمحاضرات المشاركين وخصوصا للأخوة الأتراك لأول مرة هذا العدد الكبير من الجامعات التركية المشاركة إسطنبول مرمرة، إسطنبول شهير، جامعة غازي من أنقرة إضافة للطلب الأتراك الناطقين بالعربية لهم جناح خاص هذه السنة لأول مرة جناح على كامل أيام المعرض المشاركة فيه كذلك تحدث منظم المعرض عن ميزة جديدة باتت حاضرة في آلية جلب الكتب العربية إلى المعرض تتمثل بالاعتماد على مصادر الكتب الأساسية كمزوداً وحيداً لكتب المعرض الأمر الذي سيؤثر إيجابياً على أسعار الكتب المعرض بالنتيجة هذا طبعاً سيمنع كثير من حلقات زيادة الثمن على المشتري النهائي أيضاً وجود الكتاب العربي بالمصدره سيوفر الكتاب العربي داخل إسطنبول لعشرات أو ربما نتحدث عن مئات المكاتب الموجودة في إسطنبول والتي لا تستطيع أن تستورد الكتاب العربي بصورة مباشرة للصعوبات كثيرة حقيقة وتوفر اللجنة المنظمة للزوار العديد من الخدمة منها الدليل الخاص بالمعرض ومساعدة الضيوف العربي والأتراك من خلال شبكة مترجمين للغتين بالإضافة إلى توفير المواصلات المجانية من محطة المترو إلى موقع معرض الكتاب ترجمة نانسي قنقر